تترقب جماهير الزمالك مواجهة فرقهم في الثمنة مساء ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكوفيدرالية الأفريقية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف ويأمل الزمالك في تكرار سيناريو 2019 عندما توجى بلقب الكوفيدرالية على حساب نفس الفريق المغربية بركلات الترجح بحثا عن التتويق الكري ببطولة كأس الكوفيدرالية لإسعاد جماهيره الوفية يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي متسلحا بالعديد من عناصر القوة أبرز هذه العناصر هي عامل الأرض والجمهور في ظل إقامة لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي معق القطبي الكرة المصرية ونفادي جميع تذاكر اللقاء المصيري الذي لا يقبل القسمة على سنين وفضلا عن امتلاك القلعة البيضاء ترسانة من اللاعبين المميزين من ذو الخبرة القرية الكبيرة تصب نتيجة مباراة ذهاب النهائي التي انتهت لصالح نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في مصلحة الزمالك خاصة أن فوز الأبيض في لقاء الإياب بهدف نظيف سيكون كافيا جدا لحظ اللقب أو حال فوزه بفارق هدفين فأكثر مواجهة نهضة بركان ستكون فرصة أمام نادي الزمالك لتعزيز تاريخه وأرقامه المميزة أمام الأندية المغربية حيث التقى الزمالك مع الأندية المغربية في 24 مباراة من قبل حقق خلالها الفارس الأبيض 13 فوزا وخمسة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبه 33 هدفا بينما استقبلت شباكه 20 هدفا هذا ويبحث الزمالك عن استعادة التتويج باللقب الكونفدرالية والغائب منذ عام 2019 حينما فاز الفريق الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه وعلى حساب نهضة بركان المغربي بالتحديد